شخص يعتقد أنه المصاب عمل الألوان يرى الدنيا أبعد واسود لا لا، هو أكيد ما بيشوف الدنيا أبعد واسود دعونا نقلوا إلى الناس كيف يرى المصاب بعمل ألوان؟ يرى اضطرابات باللون يعني مثلاً المصاب بإضطراب رؤية اللون الأخضر فهو مستطيع بيز بشكل رئيسي بين اللون الأخضر واللون الأحمر لأنّ الصباغ الموجود بنخلايا المستقبة اللون الأخضر يتبدل بصباغ لخلية أخرى وغالبًا لون الأحمر نفس الشيء باضطراب رؤية اللون الأحمر كمان بيتبدل بخلايا بصباغ لرؤية اللون آخر يهو اللون الأخضر فبشكل رئيسي الألوان ستفرق عليه على الشاشة أو على الصور التمييز بين هذول اللونين إذا كانت شدة الإضاءة بالنسبة لون المتساوية ما هيقدر يفرق بيناتهم هذا اللي حيعمل له مشكلة بحياته هذا مرض ورعثي؟ طبعاً في له أسباب ورعثية في له أسباب مكتسبة أو هل نقول أسباب خلقية أسباب مكتسبة عما الألوان الخلقي وهو الأشيعة اللي هو بيولد الطفل أو الإنسان مع هذا المرض هو خلقي بشكل وراثي هو بغالبيته طبعاً مع عادة اضطراب اللون الأزرق فيه عنها نسبة بتكون هي طفرات سبوردك أو طفرات عشوائية لا هو غالباً وراثي مرتبط بالصبغي الجنسي فهو مشان هيك نحن الإناث عندهم صبغيين X والذكور عندهم صبغي X و صبغي Y فهو مرتبط ومتنحي مرتبط بالصبغي الجنسي X وهو متنحي فهو نسبة الإصابة في عند الذكور أعلى بكتير من الإناث تقريباً واحد من كل 12 ذكر بالعالم عنده اضطراب برؤية واحد من 12 والإناث واحد من كل 12 تقريباً واحد على 20 أو أقل طبعاً دراسات تحدد النسبة الحقيقية تطعوا جماعية النسوية هلأ طيب شوفوا هلأ أي كمان مظلومين الشباب وأغلب الأمراض تصيب الذكور أكتر من الإناث أغلب الأمراض تصيب الذكور أكتر من الإناث يعني إن كان لك متوسط أمار الذكور أقل من متوسط أمار الإناث في شكل عام بالطب ومع ذلك ومع ذلك مؤاجب ومع ذلك مؤاجب طيب إذا حكينا عن عمل ألوان بالصيغة التي تفضلت فيها حضرتك دكتور نتحدث عن علاجات مختلفة أم لا يوجد علاج لهذا طبعا عمل ألوان سببه خلقي لا يوجد علاج واضح وصريح لحتى يرجع للإنسان يشوف الألوان بشكل طبيعي ولكن في عنا كبداية أول شيء العلاج السلوكي لازم نكتشف هذا الموضوع بشكل باكر في سن المدرسة أو ما قبل المدرسة روضه حضان إليه لأن الطفل عادة ما يختلق نظام التعليمي تبعه مثلا الطفل الصغير عم نعلمه أنه الدويرة الحمراء والمربع هو الأخطر مثلا هو ما يستطيع الميز بين الأخطر فهو عم يتعلم غلط لهذا هو مرتبط طبعا مع متلازمات مثل نقص الارتباه وهو الكولون العصبي أو بعض الأمراض حتى النفسية يعني ذات منشأ نفسي عند المصابين بعمل ألوان لأنه عم يصير عندهم إضطرابات أو تأخر بالتعلم بالطفولة الباكرة جدا طبعا فليس هناك يجب أن يكتشاف المرض بشكل باكر هناك نظارات نظارات خاصة تستطيع أن تغير لي بسطوع هذه الألوان وخصوصا الألوان التي لا يمكن أن يشاهدها فهو يمكن أن يشاهد الأخضر مثلا أفتح قليلا أو أغمأ قليلا الأحمر أفتح قليلا لا يمكن أن يفرق بين الألوان فهو لا يمكن أن يشاهد الألوان فهو يمكن أن يميز أن هذا اللون سؤال المصاب بهذا الاضطراب يستطيع أن يميز يعني بيعرف أن هذا هو اللون الأخضر حتى لو لم يكن يراه كما نحن نراه خلاص بيصير بيعرفه من خلال طريقة مشاهدته لأله سيشاهد الألوان الأخضر والأحمر نفسه مثلا مثلا إذا كان الإصابة على الأحمر أو الأخضر فهو يشاهدون نفس اللون لا يمكن أن يفرق بينه بحالة الساس منزر ما هو أي اضطراب معك؟ أنا عندي تمييز يعني شي بسيط يعني فيه باللون الأخضر واللون البردقاني أو الأحمر هو يعني فرق شي بسيط بالنسبة إلي يعني ما يعني ميز أنا بينته الألوان بشكل بس ولكن مو مثل البعض اللي ما عنده اضطرابات بالألوان يعني نحن خلال أعدادنا للحلقة سعز موزي اللحظنا أنه فيه نوع من الناس هيكي بيتحفظوا على الحديث عن الموضوع يعني حتى كافيه شباب مفروض يكونوا ضيوف بالأستوديو تحفظوا عن الحضور خوفا من فقدانهم لعملهم ليه بتتخيل أنه الناس ممكن ما تحب تقول أنه عنده هذا الاضطراب؟ شو السبب؟ يعني نظرة اجتماعية أم خوف من فقدان العمل لأنه مثلا ممكن أحد إليك أنا إذا عارفوا أنه معي هذا الاضطراب ممكن ما بشغل محل تياب ببطل خليني صحب المحل لأنه ما بأميز لتياب مثلا يعني هي الشغلة يعني مشكلة نفسية يعني نفسية فواحد ما بيحب يعني يشهر أنه معي عمل ألوان لربما يعني يجوز يفكر يجوز ولاده فيهم مشكلة بعمل ألوان ممكن يعني يصير محدة يعني يستقبله بوظيفة أو مثل ما حكيت بشغل يعني رغم أنه اليوم عم يشهد يعني الأصول أنه الواحد لازم يعني يشهر ما فيها شي يعني أنه هاي المشان إذا فيه إذا علاج إلى شغلة ممكن واحد يتابعه يتابع ولاده يعني مثلا إحنا الكبار مثلا ما تقول اكتشفنا متأخرين يعني صورتك شكوك أنه ممكن تنقل الموضوع لأولادك يعني ممكن يعني جاهز كيف حكيت أنت وزوجتك عن الموضوع زوجتي صراحة يعني ما اهتمت صراحة بالموضوع زيادة وسألتوا إذا بنتقل بالوراثة مشان للولاد بنتقل يعني بنتقل أولادك مصابين بعمل ألوان؟ لا ما فحصتهم ليش؟ ما فحصتهم يعني ليش ما فحصتهم؟ حد لله ما يعني ما أحبيت أن أقولهم حتى أولادي لا يعرفوا أنه يعني أنا هيك يعني فيه شغلات ممكن مميزة بدقة يعني يعني شام يصير حالة نفسية يعني هي شغلتها حالة نفسية أكتر ما هي بس ما بتحس أنه لازم تفحصهم مبكرا حتى طبعا يعني أنا بشجع أنه لازم كل إنسان يعني شجع حالك؟ طبعا أكيد يعني إنا وأنا وغير يعني مشان أنه يفحصهم قد أعمرهم أولادك؟ أعمرهم في يعني في عشرين خمسة عشرين وما بيعرفوا أهلا أنه لا لا بيعرفوا أنه والدهم معه عم ألوان لا 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 ولا بيعرفوا إذا هن المصابين فيه؟ لا ما بيعرفوا هنم يعني هنم ما راحوا عدكتور عينية يعني حتى يفحصوا عيني يعني أنا الموضوع صراحة يعني أنا كنت نسي يعني نسي نهائيا المصاب بدالتون مع هذا الموضوع كل حياته بطريقة طبيعية أم في مراحل ممكن تتطور الحالة أو تزداد أو لا هي ثابتة الغالبية هي سبب خلقي فهو أصلا 15% بس من الناس اللي عندهم الاضطراب لوقت الألوان هنا بيعرفوا أنه عندهم الاضطراب قبل الفحص أو فحصوا حالهم باقي أغلبهم غير مكتشف لأنه هنا بالنسبة لهم بيشوفوا أنه هو الوضع طبيعي طبعا إذا كان السبب مكتشف أنت بتشجع اللي بيقول وضع طبيعي وما في داعي أفحاص ولا بتشجع لا أنا برأيي لازم دائما لازم يكون في عنا فحص دوري للأطفال وخصوصا بسن ما قبل المدرسة أو بسن الروضة والحضانة لكي نحن نقدر نتعايش مع هذا الموضوع وطبعا صحة العينية كثير إذا ضروري اكتشاف أي الأمراض العينية بسن باكرة لحتى ممكن معالجتها طبعا ليس فقط مشكلة اترابات الألوان الكسل والانكسار وهذه الأمور إذا علاجها على بكير هو يؤدي إلى علاجه ولكن بسن المتأخرة قد نفقد الأمل من علاج عين العيون أو تحسين المتأخرة يعني هو ما يتطور المرض الجزء الأكبر لأنه في أسباب الجزء الخلقي منه لا هو ما يتطور بظل ثابت مثل ما هو أما الجزء المكتسب هو علاقة بأمراض تانية أو تعرض لمواد كيميائية أو سكرية ممكن يعمل مضافة أو اترابات في العصب البصري طبعا ممكن يتطور وعلاجه بعلاج السبب طيب حكينا مثلا أنه من الإشاعات أو من الخبريات غير صحيحة أنه المصابة عمل الألوان لا يرى أبيض وأسود ما هناك أيضا شائعات أو معتقدات خاطئة حول هذا المرض أتوقع أنه قلت لك مثلا هو فضول عند الناس كيف يرى المصابة عمل الألوان لا يتوقع أنه موضوع الأبيض والأسود بشكل رئيسي سيكون عنده مشكلة مثلا بالسعير أو نقص بالقدرة البصرية بشكل كبير لا هو يرى قدرة البصرية بشكل طبيعي الحروف يقدر يقررها بشكل طبيعي ما عنده مشكلة غير بتمييز بعض الألوان ما أكتم عنه إلو علاقة بمثال أمراض جلدية تانية إلو علاقة بيرتبطوا مع بعض في بعض الأحيان الجزء المكتسب منه إلو علاقة بالمرض الجهازي ممكن يؤثر العين مثل مثلا أما جزء الخلقي ما إلو علاقة جزء الخلقي يوجد دراسات أنه يمرتبط أكتر بالكونون العصبي أو بمتلازمة انتباه ونقص التشتت وفاة الحركة اشتركوا في القناة